خليني أسألكو عن الضغط لحظات الضغط اللي كانت عليكو وازاي قدرتو تخرجوا منها يعني فكرة هنا قبل اي بطولة وفكرة كامل لما يبقى عندي كذا حاجة زي من المين قالت ان انا عايز اعملها كو بيقال واحد مضغوط اصل نفسيا جدا عملتوا ايه علشان تقدروا تغلبوا على ده هل في الفريق فيه دكتور معين مثلا اخصائي نفسي هل حد في العيلة عندك هل مسؤول عن ده يعني خلينا نعرف هو كدور عائلي كما العائلات كلنا تتكلم عني الصراحة عائلاتنا وعائلات صاحبنا كنا نتكلم عن بعض الصراحة وكمان برضو قبل بطولة انا بدي خالص احنا بيجمع كل مرة من جر الكابتن حتى مجرد دكتوري مجردها حتى نتجمع كفرقة احنا بارة 18 بنت أو عشت بنت هزوم احنا بيتكلم عن بعض كل مرة يعني لو حسنا عندي غلطة بيقولني عندي غلطة دي ما بتفاهم وبرلقوا الناس الغلطات اللي عنده ومتجمع بعض كل مرة وتلاقي في تفاهم مع التمارين جاية والب بعدها في أول تمرين كنا نفهم بعض أول في الملعب بعدها بلالباس الكرة وهما سعين يفهموها الواحد وهم بقى فهم يأخذوه وتلقى على السلم بواحده معادي جداً يعني مين برضه مين بتجري؟ مين بتسيب الكرة تتعى الكرة تتفى تجري تتلقى كرة فيديها على السلم خلاص طوي انت يا نرمين في حوار الأول الضغط وكده يعني بيبقى فيه ضغط كبير جداً بس إكسبرينس بقى يعني إحنا عمنا مش أول مرة نخش بطولة مش أول مرة نلعبها أخذتو خلاص أو تبقى أخذتو على الضغط ده نبقى أخذنا أن أنا أصلاً من قبل ما سيزني بتدي أنا ببقى عارفة أن أنا هاجي في فترة أصلاً عندي كذا وكذا 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 ولازم هنا أنا ببقى يعني بدي أوردر الستاب كونشيس مويند إن أنا اللي هو أنا هاجي الوقت ده أبقى مضغوطة فأنا مش عايزة أبقى مضغوطة مش عايزة ده يأثر علي في الملعب مش عايزة يعني أنزلة متوترة أو كده بس زي ما يقول لك هي الإكسبرينس برضو يبقى حوار مع الذات يعني يعني لو هو يعني مش عايزين ضغطة أكتر ما إحنا مضغوطين وحاجات زي كده بس تتكلمت من حاجة بواحد غصب عنه يعني السترس ده بيجي وصعب أنت توقفي لو أنت بتعود عليه بالضبط يعني